في فيديو النهاردة سنقوم بعمل الفواكه المجففة أو الفواكه المسكرة الحلوة التي ترونها قدامكم ألوانها جميلة سهلة جداً وبسيطة وهنعملها كمان من حاجة كلنا بنرميها هنعملها من قشر البطيخ ده شكلها أهو أنا وبلون الفواكه دي طبعاً ضريقتها سهلة جداً وبسيطة ومش بتاخد وقت كمان وبتطلع النتيجة حلوة جداً وطريقة ممتازة هنشوف ما بعض هنعمل ايه أول حاجة هجيب قشر البطيخ هخسله كويس وهشيل الجزء اللي هو الأحمر ده على قد ما أقدر ما خليش فيه أي حاجة من البطيخ اللي هو الأحمر ده من فوق يعني أنا عايزة القشرة اللي هي البيضة دي اللي هي بين القشرة اللي هي بين البطيخ اللي هي الأحمر وبين القشرة الخضرة أنا عايزة الجزء الأبيض اللي في النص أحاول كده أخرج القشر اللي هو الأخضر اللي برا ده أحاول كده أقشرها بس أقشرها كده رفيعة علشان ما ما تبقاش سميكة قوي وداخد القشرة البيضة معها هو القشرة الأخضر ده أنا مش عايزة طبا مش أحتاجه ولا الأحمر اللي جوه أنا عايز القشرة اللي بيضة دي اللي هي في النص دي هنشوف مع بعض أنا هعمل ايه بالضبط وأقول لكم كمان عن مقادير بتاعت السكر بتاعته اللي هتخليه يبقى مظبوط وما يبقاش مسكر مننا هجربت الطريقة دي وطيعت بالضبط زي الفواكه المجففة اللي بنشتريها من برة اللي بتبقى عند مسلزمات الحلويات طبعا ناس كتير عرفاها وناس كتير بتشتريها وبتبقى غالية جدا ودي الطريقة دي سهلة جدا موفرة جدا والقشرة ده أصلا كلنا بنرميه هجيب القشرة اللي أنا قطعته ده الكزة الأبيض ده هقطعه كده زي الصوابع كده زي البطاطس وبعد كده هبتدي أقطعه مكعبات صغيرة جدا أهو الحجم اللي انتو شايفينه ده مش صغيرة قوي ولا كبيرة بالحجم اللي انتو شايفينه قدامكو ده وبعد كده هاخسلها كويس وبعد ما اخسل القشرة البطيخ ده بعد ما قطعته كده بعد ما هاخسله هجيب مية واحطه الأول في حلة وهجيب مية هغطي بس كده البطيخ يعني هغطي كده بس ايه لحد ما يوصل كده لنهاية قشرة البطيخ ده بعد كده هرفعه على النار لحد ما المية بتاعته توصل للنص يعني بياخد حوالي نص ساعة على النار لحد ما توصل للنص لما نيجي نضغط كده على الواحدة نحس انها بتتكسر معانا بس بتبقى مش مهرية يعني بتبقى مستوية نص سوا في المرحلة دي هحط السكر انا عايرت هنا السكر نعاير قبل ما نحطهم على النار خالص نعاير السكر نعاير القشرة البطيخ نشوفه كم كوباية كل ثلاث كوباية من قشرة البطيخ عليهم كوباية سكر كل ثلاث كوباية عليهم كوباية سكر بعد ما حطيت هنا كل كمية السكر هقلبهم كده مع بعض وهنزل بعصير لمونة واحدة عصير لمونة كبيرة على الخليط ده كله هرجع تاني ارفحهم على النار من غير ما اضيف اي مية هو هي دي المية اللي فيهم هرجع ارفحهم تاني على النار على نار تكون متوسطة او يعني اعلى من الوطية بشوية هرفحهم على النار دي لحد ما يبقوا بالشكل انتو شايفينه ده يبقى لونهم كده شفاف زي ما انتو شايفين وشربة المية اللي فيها كلها يعني بعد ما تشرب كل المية اللي فيها والسكر ما يبقاش فيه اي مية في الحلة هنلاقي شكل الاشربة بطيخ بقى بالمنظر ده معايا هنا طبعا الوان دي الوان طعام صحية ولو مش حابين تحطوا الوان خالص هو لونه على كده بيبقى لونه برضو حلو انا هنحط هنا قسمتهم طبعا كميات قد بعض هحط هنا في طبق لون اخضر وطبق تاني احمر وطبق لون اصفر وفيه كمية هسيبها على كده من غير اي الوان ما تكتروش من اللون يعني زرة صغيرة كده على طرف المعلقة من كل لون علشان اللون ما يغمقش معانا ويبقى لونه غامق قوي افضل اقلب كده في كل كمية باللون بتاعها لحد ما اتأكد ان كل اللون دخل في الفواكه دي ده اللون الاصفر اهو وده اللون اللي انا سيباها على كده من غير اي الوان يعني ما فيش فرقة قوي منهم يعني برضو لونه كده من غير اي الوان لونه حلو قوي ده اللون الاخضر وعملت كمان اللون الاحمر وعملت كمان اه في شوية بقبق وفي شوية كمان عملتهم لون ازرق بعد ما لونت كل الالوان بالمنظر ده هجيب كده ورق على صاج او على اي صنية وهحط كل لون لوحده يعني مش هضيفهم دلوقتي على بعض هحط الاول كل لون لوحده كده على الورق حاول كده اخليهم اه متفردين كده عن بعض شوية علشان ما يلزقوش في بعض وعلشان ينشافوا اه اسرع يعني ما خليهمش كده على بعض فوق بعض حطيت هنا الاخضر والاصفر واجيب صنية تانية وحط كمان اللون البقين ده شكلهم اهو وعملت كمان شوية باللون الازرق ده شكلهم اهو طبعا هنسيبهم اه في اي مكان اه لمدة يوم تحت مروحة او في اي مكان او على المطبخ لمدة يوم كامل بعد يوم كامل هنلاقيهم نشفوا بالشكل ده ما نشفوش بقيو اه بقيو نشفين قوي لا بقيو زي الفواجه المجففة اللي بتشوفوها بره بالضبط يعني طارية وفي نفس الوقت ما بننجي نحط انمسكها كده ما متلزقش في الايد طبعا انا غيرت الورقة دي قبل كده يعني انا غيرت الورقة اللي كانت تحتهم مرة علشان الورقة دي هي اللي بتشرب المية والسكر اللي فيهم وبتخليهم بالشكل اللي انتو شايفينه ده بس كده وحابين تخلوهم على بعض خلطوهم على بعض كده ما فيش مشكلة او حابين تخلو كل لون لوحده برضو ما فيش مشكلة بس كده طريقتها سهلة جدا وجربوها ان شاء الله كعجبكو اه وجميلة قوي في تزيين اي حاجة عايزينها اشتركوا في القناة